شنو قصة تبقى جنوب أفريقيا لعدك تفاصيل؟ حقيقة أحب أذكرك قبل كم سنة من جدي باخرة أيضا وصلت قريب البصرة ولقوا أكثرها ميتة وبعدين اكتشفوا أنه هذه منزليها نازلة بالبصرة وبعدين تسربت وبالطرق قام يشمروها ياهو ليتموتش مرهبش أذكرها أي صح فإذن هي مو أول سابقة بس هاي همزين ترى بس ريحة بس ريحة بس ريحة عدات قليلة فبس ريحة بس بجنوب أفريقيا مو بالعراق بالعراق عدنا عادي بس بجنوب أفريقيا ومدينة سياحية كيبتان أنا وياك لكن لو تخيل ميتة هناك إشلون؟ تتصورني إسا بس ريحة بس ريحة أهم بيهوا وجوب لكن لو ميتات وينش مرين؟ ليش تكون هذه طريقة الشحنة؟ هل السفينة الكويتية لو بعشوائية الاستيراد العراقي أحيانا؟ هذا سوء نقل وتسرع في جلب الحيوانات ليش؟ حتى يستبق يعني يوصل لهنا ويفتحون الأطلاق الاستيراد فينزل أول وجبة ويكسب السوق تارف حضرتك هذا فتشي طبيعي وسبق الباخرة ذي والله يعني ما وصلتني معلومات كان جبناها للذكرة بس أو للتذكير أيضا باخرة ضخمة وأذكر خمسة آلاف بقرة كانت وبعدين ماتت وبعدين نزلوها يعني ورفع صوه أنه كانت مريضة نزلوها بالبصرة وبعدين مباعت بالليل طلعت بشوارع وتذكر القصة فهذه شنو؟ هاي اجتهاد من تجار أو تواصل مع مسؤولين أنه راح يفتحون الاستيراد فشي سوي يحمل ويجيب قريب ما توصل رأسان يدخلها وهي إعلان القرار يعني استاذ محمد قبل كم يوم كان في لقاء أيضا من سأله شنو هذي قال ما أعرف بينما هي المفروض الإجازة طلعت من وزارة زراعة متحدث في وزارة ما أعرف أي الموافقة تطلع من وزارة زراعة تروح للتجارة والتجارة تظهر هو هذا من المنطق شحن لبقار بهذه الطريقة؟ لا طبعا هو هذا سيفوكشيوية لا 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 طبعا لا طبعا والمسافة طويلة كل أسبوعين يوقف راحة يعني ما معقولة هذا الزحام عدد كبير صار هذا حتى الموضوع مو إنسان يعني حتى وإن كانت هذه لبقار للأكل فالمفروض إحنا هم نرفق بالحيوان يعني هو مخلوق وكائن حي المفروض يعني نتعملها بطريقة غير هذه الطريقة يعني ومو كل شي بس أموال وفلوس ومكسب وتجارة بس هو شركة ناقلة هي تتحملين تعرف هي كل شركة وهاي متخصصة تعرف شركة ناقلة الكويتية تعرف المفروض إشقد العدد اليوسع والجد تصير تضخم تعرف هاي كلها يعرفها